مجاز الأهم وآخر الأنباء ومن ثم نرجع لحضركم مرة تانية تفضل يا ديدي شكرا لك بسانتا التاسع صباحا بتوقيت القاهرة أستدسى بتوقيت جرينش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم طلق الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الكيني ويليام روتو وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين تباحث حول آخر تطورات الأزمة في السودان حيث توافقت الرؤى في هذا الصدد على مواصلة تبادل الجهود للتواصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار مع دعم مساعي الحوار السلمي واستئناف المرحلة الانتقالية وخلال الاتصال تم مناقشة سبول دفع العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا في مختلف المجالات خاصة على الصعيد التبادل التجاري وكذلك الاتثمارات المصرية في قطاعات الحيوية في كينيا تنطلق اليوم فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بمشاركة واسعة وفعالة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء هذا وأكد المنصق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن الجلسة الافتتاحية ستكون مفتوحة أمام كل وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية وذلك لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار أكد وزير التنمية المحلية هشام أمنى أن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي عام 2024 فرصة لتقديم رؤية مصر للتنمية الحضرية ونموذجها الفريد في مواجهة العشوائيات والقضاء عليها وتخطيط المدن الجديدة جاء ذلك خلال استقبال الوزير الوفد رفيع المستوى من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لمتابعة الموقف التنفيذي للخطوات التنصيقية والتنظيمية الخاصة باستضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر عام 2024 حيث أكد أمنى حرص مصر على تقديم الدعم اللازم للتحضيرات الخاصة باستضافة المنتدى بالإضافة إلى استضافة مصر في عام 2025 لقمة المدن الإفريقية بالتعاون مع منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية يشهد قطاع غزة هدوءا حذرا عقب دخول اتفاق وقف اطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة حيث التنفيذ وأوضحت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصدرين فلسطينيين أنه جرى الاتفاق في ساعة مبكرة من صباح اليوم على وقف متبادل ومتزامل لإطلاق النار وكان قطاع غزة قد شهد تصعيدا على خلفية وفاة معتقل مضرب عن الطعام في سجون الاحتلال حيث شنت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات على أهداف بالقطاع بينما شنت الفصائل قصفا صاروخيا على المستوطنات الإسرائيلية أعلن الجيش السوداني في أحدث بيان له استقرار الوضع الميداني في جميع أنحاء البلاد عدى اشتباكات متقطعة مع قوات الدعم السريع في أجزاء من العاصمة الخرطوم واتهم الجيش السوداني قوات الدعم بخرق الهدن المتفق عليها بين الجانبين والقيام بقصف عشوائي لبعض المواقع بينها أحياء سكنية كما اتهم الجيش عناصر الدعم السريع بمواصلة قيامهم بنهب بنوك ومحلات تجارية في أم دورمان مشيرا إلى تلقيه شكوى من الصفارة الهندية باقتحام عناصر مسلحة لمبنى الصفارة وصرقة محتوياتها تعقد اليوم اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا بمقر الأمنة العامة للمنظمة في جدة وذلك لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان وذلك بناء على دعوة من السعودية رئيس القمة الإسلامية الحالية ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي كما أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طاها أن اجتماعا لجنة التنفيذية الطارئ يعكس اهتمام الدول الأعضاء بالأحداث الجارية في السودان وحرصها على إعادة الأمن والاستقرار بها قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة مشاركة نادي برامتز في مباراة السوبر المصري المقرر إقامتها الجمعة المقبل في الإمارات وذلك أمام النادي الأهلي وكان من المقرر أن تقام مباراة السوبر المصري بين فريقي الزمالك بصفته بطل الدوري والأهلي بصفته بطل كأس مصر قبل أن يعتذر الفريق الأبيض عن عدم المشاركة في اللقاء توجه فريق سيدات الزمالك للكرة الطائرة بلقب بطولة كأس مصر بعد الفوز على الأهلي بنتيجة ثلاثة واحد في ثاني لقاءة الدور النهائي للمصابقة وذلك على صالة الألعاب مدينة السادس من أكتوبر وكانت سيادات الزمالك قد فزنا على الأهلي في اللقاء الأول للدور النهائي لكأس مصر بنفس النتيجة ليتوجه الفريق الأبيض بلقب البطولة حيث تقام المباراة النهائية للمصابقة بنظام بيست أوف تري ختام موجز التاسع عودة مرة أخرى إلى منا وبسانت علشان نكامل معكم فقرات صباح الخير يا مصر كل شكر لك يا دينا اشتركوا في القناة